بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بكم أعزائي داريسي مقرر جابر المصفات مع الجزء الثالث من الدرس الأول مقدمة عن المصفات وأنظمة الموادلات الخطية في المثال الذي أمامنا ثلاثة أنظمة خطية لمعادلتين في متغيرين ولكن هنا سؤال هام أحبائي هل كل نظام خطي يوجد له حل؟ وإذا وجد هذا الحل هل يكون حلا وحيدا أم أن هناك أكثر من حل؟ هذا ما سوف نجيب عليه بمشيئة الله بعد حل هذه الأنظمة الموجودة أمامنا ففي النظام الأول X زائد Y يساوي ثلاثة X ناقص Y يساوي سالب واحد وسوف نحل هذه المعادلة بالطريقتين المؤلوفتين طريقة الحذف Elimination Method وطريقة التعويض Substitution Method نلاحظ أنه في المعادتين واحد واثنين المتغير Y له نفس المعامل واحد وبعكس الإشارة لذا فإذا جمعنا المعادتين معا فسوف نقوم بحذف المتغير Y X زائد Y يساوي ثلاثة X ناقص Y يساوي سالب واحد الجمع نحذف Y من المعادتين ويصبح عندنا 2X يساوي ثلاثة ناقص واحد اثنين بالقسم على ثلاثة ينتج أن X تساوي واحد بالتعويض بهذه القيمة في أي من المعادتين واحد او اثنين ينتج قيمة لـ Y تعويض مثلا في المعادلة الأولى واحد زائد Y يساوي ثلاثة أي أن Y يساوي ثلاثة ناقص واحد يعني Y تساوي اثنين للحصول على الحل باستخدام طريقة التعويض من المعادلة واحد يمكننا كتابة Y على الصورة Y تساوي ثلاثة ناقص X بالتعويض من المعادلة ثلاثة في المعادلة اثنين X ناقص ثلاثة ناقص X يساوي ثلاثة ناقص ثلاثة نوجب X يساوي ثلاثة ناقص واحد اثنين X تساوي ثلاثة ناقص واحد أي أن اثنين X تساوي اثنين بالقسمة على اثنين ينتج أن الحل X تساوي واحد بالتعويض بهذه القيمة لـ X في المعادلة ثلاثة Y تساوي ثلاثة ناقص واحد أي أن Y تساوي اثنين وهو نفس الحل السابق في المثال الثاني من المعادلة واحد بالتعويض يمكن كتابة Y تساوي ثلاثة ناقص X بالتعويض في المعادلة اثنين لو حذفنا اثنين X مع اثنين X يبقى عندنا ستة تساوي ستة وهي نفس المعادلة اثنين في هذا النوع من المسائل يكون لها حلا برامتريا بأن نعود عن أحد المتغيرات وليكن X بالبرامتر T حيث أن هذا T هو عدد حقيقي T عدد حقيقي ينتمي للأعداد الحقيقية ومن المعادلة واحد يمكن الحصول على قيمة Y وهذا الحل هو حل برامتري لأنه يعطى بداية البرامتر T فبوضع T بأي قيمة يعطينا قيمتين للX وأخرى مقابلة للY فمثلا لو وضعنا T بصفر تصبح X بصفر وY ثلاثة نقص صفر بثلاثة لو وضعنا T بواحد تصبح X بواحد وY المقابلة ثلاثة نقص واحد باثنين وهكذا فهذا النوع من المسائل له عدد لا نهائي من الحلول في المثال الأخير باستخدام التعويض من المعادلة واحد يمكن كتابة Y على الصورة وي تساوي ثلاثة نقص X بالتعويض في المعادلة اثنين ينتج أنه X زائد ثلاثة نقص X تساوي واحد بحادث X ينتج عندنا ثلاثة نقص واحد وهذا مستحيل يستحيل أن واحد تساوي ثلاثة إذن هذا النوع ليس له حل وكان يمكن التنبؤ بهذا من البداية لأن بالبساطة المعادلة واحد تقول أن هناك عددان X زائد Y مجموعهم ثلاثة وفي المعادلة الثنين نفس العددين مجموعهما يساوي واحد وهذا يخالف المنطق لا يوجد عددين مجموعهم يساوي ثلاثة وفي نفس الوقت مجموعهم يساوي واحد من الأمثلة A وB وC نتج أن في المثال الأول كان يوجد لنا حل وحيد هو X تساوي واحد وY تساوي اثنين وفي المثال الثاني نتج لنا عدد لانهائي من الحلول وفي المثال الثالث لم يكن عندنا ولا حل إذن فالأنظمة الخطية يمكن أن يكون لها حل وحيد ويمكن أن يكون لها أكثر من حل ويمكن أن لا يكون لها حل في الأساس موسيقى